السلام عليكم اليوم راح نشوفو حالة الاشغال نتاع المحطة الجديدة لتصفية المياه المستعملة والتي تقع في بلدي تأفل وبولاية الغواط والمشروع هذا راح في حوالي نسبة الاشغال بحوالي اه 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 ستين او خمسة وستين في المائة و اه يقع في اعني المناطق الداخلية هذه تأرواطا اه خاصة اه وين اه يعني تفتقد بالمجارية عن مياه اه لازم يكون عندها نظام تعتصريف مياه عبر القنوات وكذلك اه يصب في منطقة منخفضة اه 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 تح التصفية تح المؤون تكون اه يعني محطة لتصفية المياه اه تنجس محطة ويكون فيها اه ان سيستام منطقة منطقة التصفية هذا باستعمال اه انظمة اه تهوية اه بارلوكسيجيناسيون بتعريض المساحة المياه لاشيعة الشمسية اللي اه يعني التصفية تكون اه بهذه الطريقة للجزئات الصغيرة جدا والجزئات الثقيلة من التلوث يتم اه القضاء عليها اه يعني تجميعها مش القضاء عليها تجميعها عن طريق اه اه الى مواد اه اه مخصبة تستعمل في الزراعة اذا هذه هي المحطة الجديدة تاع اه تصفية المياه المستعملة لابلدي تقافلو للان اه بلدي هذه تقافلو اصبحت كبيرة يعني اه يعني فيها اه يعني نمو ديمغرافي كبير اه تعرف اه فيها اخذ عدة احياء اذا ان شاء الله يعني المشاريع هذه تحت تصفية المياه المستعملة تكون اه يعني حسب الظروف طابعية اي منطقة تكون فيها طرق اه يعني كان طرق اخرى طرق بيولوجية اه يعني اه اذن كل هذه المشاريع يعني تساهم في الحفاظ في الحفاظ على اه البيئة بصفة عمى من التلوث و اه كذلك الوقاية من الامراض النجمة عن المياه يعني المالادي اه 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 اترانسميشون ايدريك اذن التي اه اه اذا كان فيها اذا كان فيها اه يعني التسيب اه و اه يعني الترك المياه اه يعني بدون اه بدون تصفية تتراكم في اماكن قد اه يعني تخلق امراض خاصة في هذه المناطق الشبهة اه يعني اه جافة اه يعني اه نكتفي بيات القادر والسلام عليكم